بس قبل ما استقبل دفتي في الستوديو خلينا نروح نستقبل مع بعض من خلال زوم الكاتب والبوكتيوبر أستاذ مايكل راشد واللي هيكلمنا عن تجربته فيه الكتابة وكتاب مدرسة الكاريزمة أهلا بيك أستاذ مايكل أهلا بيك لي رد أهلا بحضرتك أنا كويس الحمد لله أخبار حضرتك إيه تمام الحمد لله حضرتك طبعا عملت شفت كارير خلينا بس في البداية نعرف كل المشاهدين بحضرتك أنه حضرتك عملت شفت كارير وغيرت من مجالك وهو أصلا مجال الصيدلة وصانع المحتوى وكلمنا عن الشفت ده حصل إزاي مبايا يعني خليف الأول أقول لنا نصواتنا ممكن موجودة على قناة الأولى وعن برنامج هو في الأساس هنتكلم فيه عن كتب وهنستعرض فيه الكتب ممكن يكون موجودة فيه في مصر أو الكتاب ممكن يكونوا بيعانوا أو كتاب بيكون التحديات لقدامه اللي ممكن تكون موجودة أنا في الأساس خليك وليس عضالة أصلا فمريش دعوه بالقصة دي كلها ولكن كنت ممكن أقول لك من الناس اللي بتحب فكرة المحتوى مثلا ما يكون عندي محتوى أو أكون بعمل محتوى أنت عارفة أن فكرة الكتاب في حد جاته هو بتاكل من أشكال المحتوى الإبداعي فإنت كنت هتكون بتكتب كتاب أو حتى هتلخص كتاب أو تتكلم عن كتاب يمكن بدافع الكتاب بتاعتي كنا مدقرة كتير وكنا مزاكرة كتير جدا طبعا وبعد ما تخرجت اشتغلت بصيدالي زي ما كلناس بشتغلت بشركات أدوية وبعد فترة اتجهت المجال التدريب جوة شركات الأدوية فأنا كنت بدرب يعني كنت بدرب ناس ليهم علاقة بآآ فينون سواء البيع أو التسويق الخاصة بشركات الأدوية في الفترة دي طبعا انت غير الكتب ان انت تحب تقرار حياتك بخصية ما فيه كتب انت بتتعرف عليها جديدة زي مسلا كتب بيزنس أوكي ممكن تكون انت لست بتسمع عنها في البداية ممكن يكون في ناس كتير عندهم جاب في المنطقة دي لان انت عارفة ان فيه مشكلة الكتاب الرئيسية هي ان الناس اللي بتحب ان هي تقرأ بتقرأ مجموعة معاينة من الكتب المخددة متحبش ان هي تخرج برها والناس اللي هي يعني رايحة الكتاب علشان تاخد منهم معلومة لما بيزق في النص تقريبا لاما ما بيحبش ان هو يعني يغوص ويكمل وغاية الاخر او الناس بتفتكر ان الكتب دي عاملة زي الثانوية العاملة لو انا هجيب كتاب فانا هصمه من الجلدة للجلدة بالبزنس عشان احضر المحتوى التدريبي بتاعي جميل ونقدر نقول انه شغفك في القراءة هو كان البزنس وتلقيس الكتب يعني تقريبا ولا كان في حاجة تانية يس طبعا يعني اعيز اقولك على حاجة انا كل حاجة كنت اتعرضت لها يعني في حياتي تقريبا كنت علشان لها او مرجع لها يعني اعيز ارجع انا ادريك في محتوى تدريبي اه فانا عايز ارجع حاجة لكتاب معاينة ازودها جوه البرنامج التدريبي ايه مكانش موجود اساسا انا دلوقتي عندي مشكلة يعني حتى مثلا افتكر في سنة سنة اولى كلية تقريبا انا داخل راجل جاي من سنوية عامة دخلت سيدالة فاندي متخيلة ايه راجل بيداح طبعا سيدالي بقى اكيد طيب يعني بهذا المنطق فانا دخلت الكلية ولا عارف اتعامل معناش ايه ولا عارف اتكلم مع احد وافتكر ان انا عملت مشاكل كتير حتى معناش كتير في وقتها انا ما عارف ازاي الكامنكاش المصيب بيحصل افتكر ان انا رجعت الكتاب حلو جدا كان اسمه كونفدانس فور دومز او الثقة بالنفس الاغوياء كان كتاب من كتب السلفة وصراحة كتاب ساعدني كتير قوي ان انا احط لابلز او افهم هو انا ثاني وعايز اروح لثاني جميل اتكلم من اول حاجات اللي خلتني احسة الكتب دي ممكن يكون فيها اجابات كتير قوي لاسانة طيب خلينا نتكلم شوية عن كتابك وهو مدرسة الكاريزما اولا هو العنوان شايقيدا ولطيف جدا احكيني شوية عن الكتاب وعن اختيارة للعنوان ده بصي هو انا كنت في فترة كده زي ما انت بتاديت تقولي ان انا كنت بكتيوبر يعني او بتاديت انشر الكتب على منصة بتاعتي على اليوتيوب ايوة والحمدلله يعني الناس بتاديت تشوفها وتتفعل معها بشكل كبايس وابتدوا يرشحوا لي المجموعة من الكتب اللي احنا هزيين تتكلم انت عليها اكتر غالبا بحكم ان انا زي ما تلك ترينر او يعني مدرب في الاساس فانا تدريب مع الكتب اللي فيها سكيلز او مهارات التواصل فبتاديت اتدور على الكتب دي اكتر حاجة في فترة من الفترة ففيه مثلا مثلا كتاب كان اسمه ذا الكاريزما ميس او اسطورة الكاريزما ده كتاب واحد اسمها وليمبيا فوكس بتكلم على ازاي فيه ليدرز او ازاي فيه قادة ممكن قول انه هم بقادة كاريزميين يعني او ازاي كان عندهم كاريزما قوية جدا ودي من الحاجات او من الاسباب اللي خليتهم ينجحوا كقادة بشكل عام طبعا بالزبط طبعا مفهوم فعملت الكتاب ده والناس كانت بقى هو عايزين اكت عايزين اكتب ها بتقيت اعمل فكرة تانية كده على اللي هي اسمها مدرس الكاريزما كان فكرة مبدأ اي انا انا اجيب كل الكتب اللي تقريبا بتتكلم على فكرة زي الكاريزما او ومن كل حلقة اطلع بفكرة معينة على هاو تو بي كاريزماتيك طبقا الكتاب معينة ازاي تكون عندك هايزين كاريزما اتوقع يعني القناة كاسمها ذاتونا الكتاب باسمه مدرس الكاريزما والكونتنت نفسه كان اسمه الكاريزما فكان في الناس قولي انت كاريزما وفي الوقت دي حتى انا مكنتش مدرك لفكه دي كان بالنسبة لي انا مجرد كتاب بشوف الاسكالز اللي فيه وابتدي عرضه بس اللي اكتشفته ان زي ما انا كنت بعاني في البداية فان انا اعرف اتكلم وان انا اعرف اعبر عن وجهة نظر ممكن تكون موجودة عندي واني اعرف مثلا في وقت من الوقات احط حدود حتى بيني وبين الناس ثانية اني اعرف اكون قائد في مجموعة كل الكلام ده فيه ناس كتير جدا بتجب اتدار علي الحقيقة انه انا شايفة ان انت كمان يا استاذ مايكل عرفت توظف احتياجاتك وتطلعاتك واللي انت عايز تعمله من خلال قراءاتك يعني انت قدرت تستفيد من كل الحاجات اللي حركت عايز تعملها في حياتك اين ما كانت هي ايه شفت كارير مجال معين عايز تدخله عرفت تستفيد من الكتاب وعرفت تستفيد من قراءاتك في انك تستخدم كل ده في حياتك الشخصية جدا يعني انا مش يعني هو طبعا الفضل في الاساسي يعد لربنا اه في مقام الاول وبعد كده طبعا فكهة الكتاب اكيد يعني هو ربنا وفيه الاسباب اللي هي الكتب او المراجع اللي انت بتستخدمها اه وبقى كيف الاخر بقى لو انت عملت حاجة بنفسك يعني اوكي ازاي نقدر نعلي ثقافتنا بشكل عام يعني بشكل عام ازاي نقدر نعلي ثقافتنا بشكل عام وازاي نقدر كمان نعلي ثقافتنا في نفسنا يعني اتكلمنا عن الكاريزمة واكيد كان فيه قراءات تانية ليك كتير جدا وملخصات تانية ليك كتير جدا غير الموضوع ده فكلمني شوية ازاي نقدر نزود ثقافتنا في نفسنا وازاي نقدر نعلي ثقافتنا من خلال الكتب اوكي بصي يعني انا دلوقتي لو عايزة ابتدي موضوع زي الانثقة بالنفس مساء فالموضوع بيرجع لفكرة اساسية كده اسمها الاورنس او الادراك ان انا اكون مدرك هو انا مين او هنا بعمل ايه وهنا ممكن نلاقي بقى يعني مجموعة كبيرة جدا من الكتب بتتكلم عن نقطة تحديدا يعني يمكن من اكتر الكتب ان انا كنت بحبها في هذا المجال الكتاب كان اسمه العادة التمنى العادة التمنى ده الكاتب اسمه ستيفن كوفي كان هو عامل كتاب قبلهم اسمه السابع عادات للناس الاكثر فعالية وكان فيه كتاب اسم العادة التمنى عادة التمنى ده كان من ضمن الافكار اللي غالي طريب تفكير على فكرة بشكل كبير هو كان فيه دايجران كده فيه زي مشلس المشلس اللي هو حضط فيه ثلاثة حاجات كده هو دول اللي انا مفروض يعني اكون بفكر بيهم او اكون بعمل بيهم زي البصلة الداخلية بتاعك تحرقني واحدة فيهم كان اسمها فاليوز او قيم انا قيم في الحياة ايه يعني انا دلاتي لو انا عايز اقرأ كتب او انا عايز اقرأ كتب لي شاني في حاجة معاناها تخدمها يعني في حاجة معاناها في حياتي هي مهمة في الكتب ديها تخدمها بالزبط ايه اللي مخليني عايز اقرأ بالزبط ودي على فكرة مشاكية ناس كتير يعني لما فيه ناس بتقولي انه بعاف شارك كتب طيب انت عايز تقرأ لي عشان مجرد انك تقرأ زي مثلا ما واحد يقول لك انا عايز اروح للجيب طيب ليه عايز اروح للجيب عشان تروح لجيب وخلاص يعني ما انت مش تروح أصلا لو انت عايز تروح لشان تروح وخلاص يعني اوكي تانية حاجة رؤية انا بقي نفسي بحاجة معاينة اوصل بها طريقة حاجة نيتز الاحتياجات يعني انا المنطقة معاينة في موطا احتياجات انا محتاج اعرف ايه محتاج اطور من ايه محتاج اتعلم ايه طبعا طبعا صحيح فانا لقيت في نفسي ان انا في الاول عندي احتياجات كتير جدا كنت بحاول ان انا عشان ما اكان شيف الفترة دي عندي مشكلة في الدايرة القريبة ليها اللي هي دارة علاقاتي اصلا فأنا عشان كده احتياجاتي حاولت أدور عليها من ريسورس تاني الكتب والحقيقة لو أنت جيتي بقى بسيطة دلوقتي هو إلي بيحصل فيه شبتنج بقى كبير جداً بيحصل دلوقتي ما بين أنا مسدد احتياجاتي منين يعني يمكن في الوقت بتاعي أنا خريج 2011 ففي وقتها ما كانش فيه أصلاً يعني فهم فكرة زي بقى الريلز وتيك توك والإنستجرام ما كانش فيه بقى كل البلاتفورمز وكل السوشيل ميديا كان فيسبوك لسه طالع في 2006-2007 وكان يدوبك يعني اليوتيوب هو يعني شوية كده بتخش فرق عليها أصلاً كانش تحت قوي فكان الناس بتاخد خبراتها منين أو يعني بتاخد معرمات منين كان مين لي من كتب أو مين لي البرامج في التلفزيون ممكن تكون موجودة في وقتها أو بعض البرامج البسيطة كانت موجودة على السوشيل ميديا بشكل اليوتيوب في مشكلة فيه شفتنج بيحصل أنا حبيت أن أقولها دلوقتي لأنني حسيت أن ده مكان مناسب أن أقول حاجة زي كده لأنني دلوقتي إحنا يعني مش بس الكتاب يعني بمثالي الكتاب هيعيدوني في فكرة زي كده الناس كتير بقت بتستقي المعلومات بتاعتها من فكرة الشورتس والفيديوز الصغيرة والريز أنت تفرج عليها اللي إحنا كلنا على فكرة غمسنا بشكل كبير جداً في فكرة زي كده أنا بتاعت في الأساس وقت كبير مني يعني ممكن ساعة مثلاً أكون أنا بس بقلب كده في فريلز وأنا حاسس جوها أن أنا بيخد معلومات يعني أنا حاسس أن أنا الله طب ما دي حاجة كويسة أشتغل عليها طب ما دي حاجة كويسة أشتغل عليها بس اللي بيحصل هنا أن أنا بعض ما بخلص طريباً الساعة بتاعت دي بس سيب الموبايل وحال أوفتكر أي حاجة ما اتفرجت عليها مفيش صح؟ يعني حاولي تفتكر أي حاجةวกه اللي أتفرجت عليها النهاردة غالباً تعتقد لأن أنا مختارتش أن أتفرج عليها بداية لأنه أتفرض عليها وده الفرق ما بين الكتاب أو أن أنا أروح لفكرة معينة أنا عايز أستبيت من الحاجة ما بين إن حاجة معانا تكاد تتفرج عليها أو أن أنا أراه في أفلص فالتشالنجي هنا الصراحة مش في الناس نفسهم أن هم يكونوا بغيروا سلوكيات معينة هو الكتاب الكبير اللي أنا بشوفه بكتاب نفسهم أن هم يكونوا بيعطبوا باللغة العصر وبالشكل اللي الناس اتعودت دلوقتي على انها تشوفه في المجتمع المحيط بينها ذات صغيرا عملت بقى كتابة رسكة كاريزم يعني حاولت اعمله علشان يكون بيغدم فكرة زي كده يكون حاجة صغيرة مقبدايا كتاب مش كبير خلص يكون حاجة فيها تجارب شخصية كتير بدأة في الاول كأنني عامل فيديو على اليوتيوب عرفي في الفيديو هيكون فيه عنصر الهوك اللي هو هيكون بيشد المشاهد هيكون فيه عنصر قصة شخصية هيكون فيه زي بوليتس او نقط معينة وهيكون فيه خاتم هو انا عامل شكل ديزاين الكتاب كله اكشلي شبه فيديو على اليوتيوب حتى لقونه عمر طب جد على فكرة يعني هو الكتاب ده كانت تحدي بنسبالي ان انا عايز اوصل فكرة معينة ايو يعني شكل حتى كل حاجة بتادي تغير اوكي الكلام اللي جوه هو كلام كتاب عادي بس الفكرة في تقسيمة الحاجات نفسها اوكي اوكي واضح انه حضرتك كمان بصرف النظر طبعا عن مجالك الاساسي اللي هو الصيدلة انك مهتم بفكرة الذات بشكل عام يعني تكوين الذات اثبات الذات بشكل عام يعني واضح ان هي دي اهتماماتك او هي دي الحاجات اللي بتجذبك ومن وجهة نظرك او من خلال مكانك بتحاول على قدم وتقدر ان انت تسقف الناس بيها انه ازاي يكون عندي كاريزمة ازاي اعرف اخطار مجالي مظبوط ازاي يكون عندي قدرة على الاختيار في اي حاجة ايا مكان من اول الكتاب اللي انا هقراه لحد الشغلان اللي انا هشتغلها مثلا يسا ده بشكل كبير الصراح لانه هو هو كله بيبتدي بسؤال انت ليه موجود هنا سؤال ذاتي ايوه ايوه اللي هو تطوير الذات الاهتمام بالذات يسا بس بشكل مرجعي يعني عشان برضو يعني يعني بركز على حياتي دي شوية لانه هو في ناس بيبطيبها متخيلة انه هو تطوير الذات بيبتدي فيديو اللي بيبتدي بمعلومة بس انا بحتاج المعلومة دي اعملها وعالجها وبعد كده ببتدي اشتغل عليها فاطلع نتيجة مفهوم انا بحاول اكون موجود على انف اول الحلقة بالزبت انا بشكرك انا بشكرك جدا جدا على وجودك معنا النهاردة من خلال طبعا ابيكيشن زوم ان شاء الله المرة اللي جايت نورنا في الستوديو بشكرك الكاتب وصاني على المحتوي الاساس مايكل راشد ميرسي نورتنا